دعا رئيس تحالف قوات دولة عمار الحكيم جميع الفرقاء السياسيين إلى تحل بثقافة التنازل لصالح العراق مش شديدا على دعم المسارات القانونية والدستورية لتحقيق ذلك وبحث الحكيم مع رئيس هيئة الحجد الشعبي فالح الفياضة تطورات الوضع السياسي في العراق ونتائج الانتخابات وتأثيرها في المرحلة المقبلة فيما أكد الجانبان ضرورة تدارك حدوث أزمة سياسية جديدة بسبب نتائج الانتخابات اشتركوا في القناة